اللي احنا عارفينه ان شاومي اكتر شركة بتنتج اجهزة ولكن الفترة دي بصراحة اوبو غيرت المفاهيم انا حرفيا كل الف جنيه كده بلاقي جهاز من اوبو او ريلمي واخد بالك دي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت وهنعرف ليه بعد شوية اللي معايا النهاردة ده الاوبو رينو تولفيف سبقوا وعملنا من كم شهر عن الرينو اليفن اف وتكلمنا فيه قد ما تكلمنا ولكن اللي خلاني جبت الموبايل ده بالتحديد الضجة اللي معمولة للموبايل ده الموبايل ده معموله حاملة اعلانية ضخمة عربيات بتدوس عليه وبيقع في المية ومش عارفه الكلام ده كله وده خلاني قولت اكد الموبايل ده يطلع فيه خزوق كده مخفيف وعشان كده قررت ان نجيبه ونعرف ايه هو الخزوق وليه شركة عاملة ضجة دي للموبايل ده فالله متجر من ده وقت بقى تنس تعمل لايك شرك في القناة روح علي عشان اللي جاي قتل بكتر من اللي فات ويقول الله بينا نفتح علبة اول حاجة تلفت انتباهك الشريط ده اللي بقى معمول دلوقتي عشان تفتح منه الموبايل وبين وبينك ده حرقة لطيفة جدا ما بشوفهاش غير اه في شركة اوبو بالتحديد في سلسلة الرينو فخلينا نقول بسم الله ونفتح العلبة ونبص بصة بقى على اي 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 فون ومش عارف ايه فبيقولك ان النازل مدعوم بالزكاءة الاصطناعي وبناء على الفيديوهات اللي شفتها فعلا فيه شغل عالي بالزكاءة الاصطناعي في الموبايل ده فطبعا كل حاجة نجربها اكيد في الفيديو التفصيل لان ده فيديو انطبع اولي زي ما انت فاهم اه بس يتفتح انا مش عارف وما بيشيلوا منه الهوا ازاي ده الموبايل نفسه حتى تأفيله جاي شكله كويس ومن الواضح ان الكاميرات كبيرة لان فيه بروز واضح هنا وهنا الجراب بتاع الموبايل نفسه ده بوس الشرايح الجراب شكله لطيف قوي جاي كده يعني مضلع كده وشكله فعلا حل مع شاحن سريع بقدرة اه خمسة واربين واط ووصلة شاحن طيب ايه تو طيب سي هي وقعت ومش عايزينها دلوقتي ما علينا خلينا بقى نبص بصة على الموبايل نفسه يعني غريب انا اول مرة اشوف حاجة زي دي هما ليه حطينا كده يعني ليه عاملين كده وعملين علامة لبتاعت السيريول نمبر انا مش فاهم ما علينا خلينا نفتح نقول بسم الله واو يا لأ تصدق كان طبعه اولي شكله غير اللي شفته في الفيديوهات خالص فعلا شكله شياكة شكله غير اللي في الفيديوز خالص طبعا بلاستيك وبيقولك ان فيه هنا اه ارجي بي بتنور هنشوف طبعا كل ده دلوقتي خلينا بس الاول نشيل اللزقة دي وزي ما انت شايف ده شكل الموبايل انا جبت اللون الاخضر اه لونه لطيف وبصراح ما لقيتش غير هو كان اللون الاخضر بس اللي موجود وموجود هنا طبعا اه اه يعني مع الفتحة بتاعت سماعة ومن على اليمين هنا بنلاقي مفاتيح الباور بالفوليوم اوب وما فيش بصمة جانبية وده معنا ان البصمة في الشاشة ومن تحت بتلاقي منفذ السيم كارد مع اليو اس بي سي او يعني منفذ الشحن اللي من نوع طايب سي درج الشرايح هنا بيدعم خطين او خطه مور كارد عشان تبقى فاهم فخلونا كده نفتح الجهاز ونبص بصة بص والله مبدئيا انا شايف ان شكل الموبايل حلو يعني مربع الكاميرات شكله او دايرة الكاميرات بقى شكله لطيف وشكل الموبايل شياكة لا فيه شياكة في الموضوع فانا متحمس جدا لتجربة الموبايل دا فخلونا نفتح الشاشة تعالوا بقى كده الناحية يا شباب فخلونا بقى نعمل ايادات مع بعض ونشوف كده الجهاز دا عامل ايه اختار طبعا هعمل ايادات ورجع لك تاني زي ما قلتلك البصمة موجودة تحت الشاشة مدعومة بالزكاء الاصطناعي زي ما الشركة بتقول فانا بيني وبينك متحمس جدا اجرب المزايا الزكاء الاصطناعي اللي بقولوا عليها طبعا الشاشة هنا جاية بتردد عالي جدا تردد بيوصل ل120 هرتز زي ما انت شايف مع كاميرات قوية برضو فخلينا نجرب الكاميرا مش نخسر اي حاجة ونجرب الكاميرا الاوامية والخلفية خلينا نجرب الكاميرا الاوامية على سبيل المثال ولكن خليل اول ازبط عشان احطيلك الموضوع الفيديو ده في المونتاج نجرب الكاميرات سوا دي الكاميرا الامامية واو واو بجد ممتاز لا 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 في في شغل كويس واعتقد ان هي بفيدة ناخد الصورة في سرعة في التقاط الصورة ويا ترى المعالجة هتبقى عامل ايه? هم لا حلو في يعني سرعة في المعالجة والكاميرا هنا جاب ديكت 32 ميجا بيكسل وده شيء برضو كويس نجرب الخلفية مسلا هاسبيني مثال هنصور ده مسلا لا كويس لا فيه تفاصيل كويسة وفيه معالجة للدينامي كرينج بشكل كويس واعتقد ان الان لا نشوفه اه مع يعني المراجعة التفصيلية للموبايل ده ناخد صورة كمان مثلا ده فيه كمان عدسة ultra wide وده حاجة برضو كويسة السماعة دي لسه وصلاني من بره وطبعا انا عملاها فيديو فعايزك يعني تشوف الفيديو بتاعها هيعجبك جدا والله مبدايا معظم الصور اللي بتطلع منه اه كويسة وانا يعني راضي عن اداء الكاميرات سواء الامية او الخلفية لا حلو والامية عجباني جدا بس طبعا كل ده هيبان في المراجعة التفصيلية ولكن انا حاسس ان الكاميرات مبدئيا كده قريبة شوية من 12x 5G ودي لو طلعت حقيقة اثناء التجربة هتبقى مصيبة كبيرة وهيبقى هو ده الخزوق اللي في الجهاز المعالج لان المعالج اللي موجود دايمنستي آآ ستالاف آآ وتلتمية المعالج ده انا لما قارنته بالدايمنستي ستالاف مية بلاس لقيت ان الفرق بينهم مش ايه مش مش واو فطبعا انا هاخد راحتي بس مع الجهاز وبعد كده ارجع اتكلم معاك باستفاضة فانا استغربت بصراحة لسعر الجهاز والضجة اللي معمولة ايه طب احنا عزين يشوف موضوع الرينج اللي ورا ده ايه حكايته خلينا نبص بصة خش على وبيقول لك ايج لايت آآ ده ده عشان آآ الحواف بتاعة الجهاز آآ كأنه يعني بإج طالما شاشة سوبر امل تفهم ما ايه بيستغلوا هو ده الرينج اللي احنا بنتكلم عليه رجالة آآ سوري معلش اسف فهنا بيقول لك اختار اللون واو ايه الجمال ده لا لطيفة قوي الاختار ده شكله جميل استنى كده لاحظة هقلل الايز شوية عشان يكون واضح ليك وبقول لك ممكن تختار بقى تختار اورنج تختار اي لون انت عايزه فزي ما انت شايف بيغير الالوان وبيقدر يتفاعل مع آآ او آآ مع الجيمز او مع الميوزيك يعني زي ما انت شايف بيبقى بقى ايه ار جي بي بقى وحركات طبعا الكلام ده كله اكيد بس انا هجربه واخد روحتي معه بعد كده ايه هقول لكم تجربتي والله ايه حلوة مع مش وحشة ومع المكالمات برضو وتقدر تعمل لها ومع الشحن برضو يعني في شوية حركات حلوة في الموضوع ده خلينا نفعلها مع عشان نعرف ايه نجربها بس كمان عليها ان هي بصراحة عجبتني اوي بس هنا بيقول لك ده يبقى شكلها مع الاشعارات آآ بصفة عامة فهي ايش يعني حاجة كده لطيفة بصراحة من آآ شركة آآ يعني حاجة تبقى شكلها مختلف شوية على عكس العادة وعلى عكس ما احنا متعودين فشكلها جميل جدا ودي حاجة والفلاش لدي حاجة فهي عجبتني بصراحة لأ حاجة رائقة ده بقى اللي بنتكلم فين احنا عايزين نشوف تصميمات جديدة آآ للاجهزة طيب خلينا نبص بصة على الصوت او نسمع صوت الجهاز مع بعض ده فيه هنا كمان آآ تلتمية في المية صوت زيادة الجهاز استيريوم صوته عالي صوته عالي جدا فاحنا بقى عايزين نعرف اين خزوق لاني اقترامة في دعاية ضخمة كده فيه خزوق في الموضوع ايه هو ده اللي هنكتشفه ان شاء الله مع بعض في المراجعة التفصيلية بس راجع الجهاز واعرف كل حاجة فيه حاجة